هاي كيف كون؟ أتمنى تكون بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج العذراء رح حاول أحكي فيها عن الأحوال العاطفية لإلا كل الشارك و رح تحدث كذلك عن الوضع العام بس رح تحكز أكثر على الوضع العاطفي رح تحدث كذلك حتى عن العذاب رح نشوف شو بيخبئ لون شهر جون هذي القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع وفي إمكاني تكون القراءة عكسية و خاصة في الوضع العاطفي بداية تانية برج العذراء أمشوفك كأنه أنت أمشوفك كأنه عم تراقب شخص أو معجب بشخص هذا الإنسان ممكن يكون عنده أطفال ممكن ما يكون بس يعني روحه طفولية أكثر وشخصية متوازنة شخصية ناجحة جدا ممكن إذا ممكن تكون بعلاقة معه ممكن ما تكون بعلاقة و عم تراقبه لهذا الشرك عمشوف في رغبة أنه تكون متزوج معه أو تكون بعلاقة بالنسبة لهو فعم شوفه شخصية ممكن يكون برج العذراء ممكن كذلك حتى أنا عم نتلعب برجة رعبية أكثر بس ممكن يكون شخصية محبة للجنس إنسان بحب أن يكون بعلاقة جسدية أكثر و عم نشوفه ممكن إنسان يعني هو ماد جدا يؤمن بالأشياء المادية الأرضية إنسان أرضي يعني إنسان ما بيؤمن بالعلاقات الحب والجميل و كذا إنسان لا أوكي إنسان واقعي بيقامن بالنجاح المادي لفلوس يعني أي شيء يمسك بالأياد دي فهو يؤمن بي حتى يعني العلاقات الجسديهة بالنسبة له كل شيء أوكي ممكن عم شوفه كذلك شخصية متملكة شخصية بتحب كل شيء كلها ما بتحب إنه تعطي أكتر هي بتاخد أكتر ما بتعطي عم شوفه كذلك يعني هذا إنسان ممكن أنتوا كنتوا على علاقة من الماضي أوكي بس خسرتوا بعض ما عم تحكوا مع بعض أوكي عم شوفه لسا بيحمل مشاعر تجاهك لسا عم يتذكر الماضي لسا عم يتذكر الأشياء التي حصلت بالماضي لسا شاي يعني لسا يعني قلبه حي تجاهك أما أنت ممكن عم شوفك بدك إنه ترجع ممكن كنتوا متزوجين يعني مبين بأنه هذي القراءة كنتوا متزوجين وبدك إنه ترجعوا الأمور بس لسا قلبك ما خدوش من جوا أوكي لساتك موجوع من الماضي ومن الجروح الماضي ما عم تقدر إنه تطلع للأشياء المستقبلية دائما أوكي بدك إنه ترجعوا لبعض بس ممكن أوقيت عم تذكر شيء من الماضي وعم يجرحك بقلبك أوكي ممكن هذا الإنسان يسعى إلى صلحة أو يسعى إلى تجديد أمور كأنه كانت بالماضي ويريد إعادتها وارد جدا أنه كنتوا متزوجين ويريد إرجع هذه العلاقات الزواج من جديد بس يريد إرجعها بصيغة جديدة بشكل آخر بأنه تكون صلحة جيدة فيها تفاوم فيها كتير أشياء جيدة أوكي بالنسبة لألك أنا عم شوفك حياتك من دون هذا الإنسان كان فيها تعب كتير كأنه أنت تعبت كتير لما بتعد عنك ممكن كان عم يشيل يعني إذا كنتوا متزوجين فهو كان بيعمل أشياء كتير لما راح من حياتك تعبت كتير عم شوفك في مشاقي كأنه أنت عم تعاني جدا من ابتحاد هذا الإنسان وكذلك عم شوفك كل يوم عم تنتظره دائما بتشوف إذا هو بيفكر فيك أو لا لسه عم شوفه أنه بيفكر فيك لسه بقلبه مشاعر تجاهك عم شوفك دالك على أنه هذا الإنسان تغير تغير كليا ويريد تغيير هذه العلاقة بشكل آخر كأنه عم شوفه يريد إحياء هذه العلاقة لتصبح علاقة منتجة أكتر عم شوفه بالوقت الحالي يأخذ خطوات لورا أو يعني كأنه عم يمحس قراراته أكثر أو يتمهل بقراراته عشان ما يكون فيه خساري عم شوف كذلك أنت عم شوفك تعبين تعبين يا برج العذراء من دون هذا الإنسان كأنه عم كان يمثل كأنه كان عم يمثل لإلك كل شيء أنت عم تشوفه شيء إجابي أو نقطة جميلة جدا بحياتك عم تضيق حياتك كأنه إذا حكيت معه أو إذا كان معك بتحس بسعادة عارمة بس لما بيبتعد عنك بتحس أنت بضيق بقلبك عم شوف كذلك حتى على أنه خطوته القادمة فيه خطوة بشهر شون موعر جدا أنه تكون فيه خطوة بس هذه الخطوة ما راح تكون بالشكل الذي أنت تتوقعه يا برج العذراء أوكي ما تتوقع أنه هذا الإنسان ممكن يصالحك بشكل منه رومانسية أو يتقدم بشكل منه رومانسية يحكي لك الأشياء التي كان عم يشعر فيها ممكن يجيك بشكل من العصبية وتكون فيه الشجارات وفيه مشاكل لأن يصلح الأمر بينكم كذلك عم شوف على أنه مستقبل العلاقة لازم يكون لازم تكون علاقة قوية جدا لازم يعني تستفيد من كل هذا الشيء الذي مضى من مشاكلكم الماضية لتصلحوا هذه العلاقة لأنه عم شوف العلاقة مستقبلة جيد وهي جيدة وهذا الإنسان يحمل مشاعر تجاهك بحبك هذا الإنسان بحياته مع نساك يريد عودة هذه العلاقة وإرجاع ممكن تكون متزوجين ويريد إرجاعك لحياته هذا كل شيء صراحة بس حاولوا أنه تصلحوا أموركم عم شوف فيه غموض كذلك يظهر بالعلاقة في هذا الإنسان غامض جدا ما عم يبديء ولا شرارة على أنه يعني ممكن يريدك بس هو من جوا يريدك عم شوف فيه يعني خطوة إلى الأمام بالمستقبل من جنوة للأشهر القادمة عم شوف فيه أشياء رح تحدث بحياتك كمان عم شوف أنه هذا الوقت لش الاستشفاك والحياة رح تشفيك من الجروح التي كانت بالماضي عم شوف فيه شيء سيحصل بحياتك يا برج العد الرأس سيصلح الأمور عم شوف فيه أصدقاء ممكن سيكونوا صلة وصل بينك وبين هذا الإنسان لإصلاح الأمور بينكم عم شوف كذلك على أنه فيه أمور رح تتصلح يعني كأنه فيه كذا ورأيه عم تحكي عن الشفاء والاستشفاء والصلحة وعلاج الأمر أوكي؟ عم شوف كذلك يا برج الجديه يا برج العد الرأس سوري على أنه أنت عم تتعامل ممكن مع برج الجديه ممكن تتعامل كذلك مع برج التلو عم شوف العقرب العذراء الأسند عم شوف كذلك حتى عم شوف يعني أبراج مائية عم شوف كذلك أبراج ترابية هوائية النار يعني حتى نارية بس يعني يغلب على هذه القراءة الأبراج المائية والترابية والهوائية بس فيه ما فيه في النار بس هذا اللي عم يغلب بهذه القراءة بالنسبة للعذاب عم شوف على أنه كأنه انتهيتوا من علاقة انتهيتوا من علاقة وهذه العلاقة سببت لكم ألم سببت لكم جرح وعطتكم طاقة سلبية كأنه صرت عم تفكر بشكل من السلبية وصرت شخص تحس حالك عصبي جدا وسام جدا كل ما يتحدث معك إنسان تلاقي حالك مع الصبب ليش بقى عشان أنه العلاقة التي كنت فيها بالماضي يعني سببت لك ألم عم شوفك بالوقت العالم ما في علاقة وما في شيء جديد ولا في إنسان عم يتقدم ولا بيحكي معك عم شوف أنه أنت لساتك عم تخوض الاستشفاء الذاتي كأنه عم تشافي حالك من جروح الماضي لساتك عم تشافي حالك ما عم شو صراحة أشياء جديدة ولا والعلاقات الجديدة ولا شخص من الماضي رح يعود ولا شيء عم شوف الوضع العاطفي هيك راكس رح نتطلع هلأ بالأوضاع العامة ممكن في دعاء كنت عم تدعيه يوميا عم شوفه يتحقق عم شوف في شيء كأنه أنت كنت دائما في شيء كنت عم تنتظره يبرش العذرة سيتحقق وسيحصل سواء كان علاقة عاطفية سواء كان شراكة عمل سواء كان شيء يتعلق بمشكلة مع شخص آخر إذا إنسان ظلمك أو عملك شيء بحييتك ممكن عم شوف أنه العدالة الربينية تأخذ حقه عم شوف في أوضاع جيدة بالعائلة عم شوفك سعيد مرح عم شوف أنه أنت تشبت أكثر بالعلاقة العاطفية والمراقبة وكذا عم شوفك أنه أنت شاغل بالك بهذا الشهر العلاقة العاطفية عم شوف كذلك حتى أنه في لمة بالبعيد عم شوف حتى أنه أوضاع العمالية ما رح تكون جيدة تتبه من الخسارة المادية ممكن تكون عم شوفك بهذا الشهر عم تصرف مال أكثر عم شوف كذلك حتى أنه أنت انتبه من كلامك يا برج العضراء عشان ما يجلب لك مشاكل إذا كنت حتى معصاب ما تحاول تحكي لأنه ممكن الكلام رح يجلب لك مشاكل أكبر حاول أكثر تنتبه على العينين تنتبه كذلك على عم يظهر لطاقة الأعين يعني كأنه عيونك عم ترهقها بالبقاء كذلك عم ترهق عيونك بكثرة المشاهدة التليفزيون كمان الموبايل حاول أنه ترحم عيونك أكثر بس عم متا عم شوفك تتوجه حتى بالعلاقات أو بالتقل العامة عم شوفك تمركز أكثر بالعلاقة العاطفية تركيزك كليا بالعلاقة العاطفية وفي شخص يتدخل بحياتك عم يجلب لك مشاكل عم شوف في خطات بالعمل ما عم شوف الأوضاع العملي ركس جدا معك عم شوف في ممكن لبرج العضراء يكون في فرصة عمل عمل جديد حل فرصة العمل انتظارها من مدة طويلة عم شوف في شخص يتدخل بحيات برش العضراء ليعاكر صفو دهنه وحياته الطبيعية عم شوف كأنه هذا الإنسان دائما عم يجلب له مشاكل وصراعات دائما يبحث عن مشاكل معه ممكن حتى ما يكون شخص يعني تعرفوا هذا الإنسان ممكن يكون حدا خافي دائما عم يمكر لإلك انتبه من هيك أشخاص بحياتك يا برش العضراء ممكن حدا يكون من العائلة أو يسكون معك بالبيت عم شوف كذلك حتى ممكن يكون في سافرة عم تطلقى رسائل رسائل تخص العمل رسائل تخص أصدقاء عم شوفك عم تترسل عم شوف في حتى عم شوف في عندك مساريف جدا عندك مساريف تتعلق بالفواتير وكل هذه الأمور شهر تقريبا فيه نوع من التجديد للطاقة وإصلاح الأمور العالقة بالماضي عم شوف حتى في سافر لأصحاب برش العضراء هذا السفر يجي بسرعة بس عامة الأوضاع يعني عامة لا بأس فيها يا برش العضراء حاول تنتبه أكتر على كما قلت على الأعين على الأرجل على الساقين واهتم لكلامك ما يكون كلام متسرع عشان ممكن تندم على هذه الأمور هذا كل شي بالنسبة لبرش العضراء بتمنى على كل الخير والمسارات ما تنسوا تعملوا للايك وسبسكوائب لقانيتي وشكرا